موسيقى موسيقى الاستثمار في المغرب أصبح من بين أعلى معدلات الاستثمار في العالم والذي يمثل حوالي 30% من الناتج الداخل الخام هذا المعدل البالغ 20% الذي يتجاوز المتوسط العالمي ينمو بشكل مضطرد منذ سنة 2010 بزيادة سنوي قدرها 3% التأكيد للوزير المنتدى بالمكلب الاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية من خلال المواضيع المطروحة نجد بالأساس الولوج إلى الاستثمارات وتسهيل تمويلها وأيضا تكلفة عناصر الاستثمار التي تشكل رهانا كبيرا للمغرب كوجهة للاستثمارات وأيضا مسألة تبسيط الإجراءات الإدارية لخلق مناخ أعمال أكثر تنافسية وأكثر أمانا اللقاء مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب يروم بلورة خارطة طريق مشتركة بهدف تنشيط الاستثمار الخاص مع العمل على إنجاح تحدي الإنعاش الاقتصادي وترسخ مكانة المغرب باعتباره وجهة رئيسية للاستثمارات الوطنية والدولية سنعمل على ميثاق الاستثمار ليخرج للوجود في أسرع وقت ممكن سنعمل أيضا على استمرارية تطوير المراكز الجهوية للاستثمار وجعلها أداة لإنعاش وتطوير الاستثمارات وطبعا هناك صندوق محمد السادس للإستثمارات الاستراتيجية الذي سيدعم الاستثمارات ومن أجل الاستجابة لهذه الإشكالية تم إبراز المستوى القياسي للاستثمار العموم المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم 2022 والذي يبلغ 245 مليار درهم والذي سيعيد إنعاش الديناميل الاقتصادية ويكون بمثابة قاطرة للقطاع الخاص الوطني